تصدر هاشتاغ الإصلاح التريندا في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس التجمع اليمنية للإصلاح واشد الآلاف من الناشطين والمغردين تحت الإصلاح اليمن يجمعنا بدور الإصلاح في الحفاظ على أبجديات العمل السياسي وتصدر كوادره وأفراده لجبهات الدفاع عن الجمهورية والثورة والمكتسبات الوطنية واستحضر الناشطون أسماء وصور المئات من قيادات الإصلاح وكوادره الذين باتوا أيقونة وطنية ومدارس في التضحية بالنفس في سبيل الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ونظامه الجمهوري وذكر الناشطون بالمئات من قيادات وكوادر الحزب المغيبين والمخفيين في سجون ميليشيا الحوثية الإرهابية وعلى رأسهم عضو الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد قحطان اشتركوا في القناة